موسيقى السلام عليكم بدأت بسماع اطلاق نار كثيف ودوي قصف مدفعي طوال ليل الجمعة ويوم السبت الماضيين في عدد من احياء العاصمة الليبية ترابلوس وسطى فوضا سياسية وامنية وقد ادت الاشتباكات بين طرفين نزاع لدبيبة وبشاغة الى سقوط 32 قتيلا و159 جريحا والى هزيمة الاخير عاد الهدوء الى ترابلوس بعد وقت قصير ولكن لا بد من مناقشة النقاط الاتية للتعرف على حيثيات وظروف ومآلات هذه المواجهة هل يمكن القول بعد هذه الاشتباكات ان ليبيا اصبحت دولة ميليشيات هل فعلا انتهت الاشتباكات الى غير رجعة هل فشلت محاولة باشاغة للاطاحة بحكومة منافسه لدبيبة لماذا وقفت قوة الردع الى جانب لدبيبة ولعبت دورا حاسما في نتيجة القتال وما مصير ليبيا هل هجر السياسيون طاولات الحوار واحتكموا الى السلاح في بلد يعيش منذ عام 2011 في فوضى امنية وسياسية هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج حديث العرب لهذا الاسبوع الذي يحمل عنوان قلب العاصمة الليبية ينزف دما الادبيبة وباشاغة وطلاسم المواجهات مع ضيفينا في الاستوديو وكيل وزارة الدفاع السابق خالد الشريف استاذ خالد مرحبا بكم اهلا بك سيد الكريم والسيد مصطفى الساقزلي الناشط السياسي الليبي استاذ مصطفى مرحبا بكم مرحبا بكم حياكم الله مشاهدين الكرام قبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير لكم كانت كاشفة تلك الاشتباكات التي شهدتها مؤخرا العاصمة الليبية ترابلوس بين مجموعات مسلحة جميعها يتبع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية او هكذا كان يتصور فعلى الرغم من فشل محاولة قوات الزنتان المتحالفة مع بشاغة في دخول ترابلوس بعد ان تصدت لها طائرات مسيرة تابعة لحكومة الادبيبة الا ان ما جرى يكشف عن قدر غير قليل من هشاشة الاوضاع الامنية داخل العاصمة الليبية فالازمة بحسب مراقبين بدأت حين اعتقلت قوة جهاز الردع ومكافحة الارهاب احد عناصر الحرس الرئاسي الذين قاموا بالرد باختطاف احد عناصر قوة الردع لمبادلته بزميلهم لكن رد فعل قوة الردع كان عنيفا جدا وغير متوقع حيث هجمت بالاسلحة الثقيلة على معسكرات الحرس الرئاسي واستولت على معظمها ولم تفلح جهود المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة عبد الحميد لدبيبة وكذلك جهود قائد الاركان في انهاء الاشتباكات السريعة ما يعكس عدم احترافية تلك القوات وعدم اعترافها بسلطة القيادة التي تتبعها وتتلقى منها التمويل كما كشفت الاحداث عن انقسامات وتحولات لولاءات قادة المجموعات المسلحة في ترابلوس والغرب الليبي بصورة عامة فقوات الزنتان بقيادة وزير الدفاع الاسبق اسامة الجويلي والتي كان لها الدور الحاسم في التصدي لمحاولات الجنرال خليفة حفتر لاقتحام ترابلوس هي الان التي تحاول اقتحامها لصالح فتح بشاغة الذي كان بدوره وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج والذي طالما دافع عن ترابلوس ضد هجمات حفتر وبحسب محللين فانه على الرغم من توقف الاشتباكات وهدوء الاوضاع الامنية في ترابلوس فان ليبيا لا تزال تمضي على صفيح ساخن ولا تزال احتمالات تغير الولاءات وبالتبعية تغير توازنات القوة حاضرة ما لم يدرك الليبيون والقوى الفاعلة في بلادهم حجم الخطر الداهم لو لم يتوجهوا سريعا نحو انتخابات حقيقية تضع حدا للفوضى السياسية والامنية المتواصلة منذ سنوات اذا مشاهدين الكرام نناقش في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث العرب ما يجري في ليبيا خاصة بعد الاشتباكات الاخيرة اجدد الترحيب بكم ضيوفنا الكرام ابدع معكم استاذ مصطفى حتى يفهم المشاهد ما يجري من احداث داخل ليبيا يعني الازمة السياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الاولى حكومة باشاغة التي كلفها البرلمان الثانية حكومة لدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة الا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتقب ولكن هنا السؤال اليس البرلمان جهة شريعية وقراراته واجبة التنفيذ استاذ مصطفى هو في حقيقة الامر منذ 2014 لم يعد هناك تجديد لشرعية في ليبيا فاخر انتخابات برلمانية حدثت كانت في 2014 وكان من المفترض ان يكون عمر البرلمان سنتين فقط ثم دخلنا بعد السنتين دخلنا في نزاعات ودخلنا في نفق مفاوضات الامم المتحدة ومبعوثي الامم المتحدة وهي التي ادخلتنا في مراحل انتقالية وتمديد لهذه الاسام التي فقدت شرعية تمديد للبرلمان الاتيام بحكومة السراج ثم اخيرا حوارات جينيف التي اتت بحكومة دبيبة ورفض بعض الاطراف الاخرى التي خسرت في جينيف فتحالفت من جديد مع رئيس البرلمان فاتح بشاغة ورئيس برلمان طبرق لمحاولة اسقاط حكومة دبيبة ففي حقيقة الامر كل الاسام في ليبيا شرعيتها متآكلة كل الاسام في ليبيا فاقدة شرعية ما تحتاجها ليبيا الان هو تجديد الشرعية بانتخابات حقيقية وبيستفتاع على الدستور حتى حكومة دبيبة غير شرعية استاذ مصطفى حكومة دبيبة جاءت بناء على اتفاق جينيف واتفاق جينيف هذه مشكلة الاتفاقيات الدولية دائما غير مكتملة وغير يعني ذات نظرة استراتيجية بعيدة يعني الاتفاق حكومة دبيبة تسلم لحكومة منتخبة وفعليا انتخابات لم تحدث بسبب امور لوجستية وخلافات وغيرها فبالنسبة لدبيبة هو يرى في نفسه انه شرعي حتى يسلم لحكومة منتخبة بينما فتحي وعقيلة اجروا صفقة مع البرلمان وهذه الصفقة يعني الكثير يشكك فيها في قانونيتها اصلا يعني فوضع الشرعية متأكل ولكن الحكومة الشرعية الآن التي اعترف بها العالم وتسير الامور الخدمية في ليبيا هي حكومة دبيبة تميل الى حكومة لدبيبة اكثر استاذ مصطفى حضرتك كناشط سياسي والله انا كناشط سياسي وكشخص شارك في ثورة فبراير وكنت احد يعني من شاركوا في هذا التغيير اميل الى تغيير الطبقة السياسية بالكامل ويعني نلجأ الى وجوه جديدة شبابية شباب تريد بناء المؤسسات تريد بناء الدولة تريد التنمية الطبقة السياسية تآكلت وفقدت شرعية انتشر بينها الفساد يعني قد انا اتحدث من الرافدين وهي اكيد قريبة من الشأن العراقي هناك تشابه كبير بين الشأن العراقي والشأن الليبي فالطبقة السياسية غالبية الناس تريد التغيير غالبية الناس تريد الذهاب الى استفتاد السوري ثم انتخابات جديدة ويتم تغيير كل الطبقة السياسية الموجودة هذا ما اراه ويراه كثير من الليبيين أستاذ خالد وجدد ترحيب بكم الاستاذ مصطفى قال لابد من تغيير الطبقة السياسية برمتها والمجيء بشباب لكي يقودوا البلد ما هي حضوض سيف الاسلام القذافي في قيادة ليبيا في هذه المرحلة تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا المطلب التغيير الطبقة أو النخبة السياسية الموجودة الآن في ليبيا هذا مطلب شعبي كبير جدا يعني معظم الشعب الليبي الآن يطالب بإجراء الانتخابات وتغيير هذه الطبقة السياسية خاصة البرلمان وهو الجهة التشريعية لأن هذا البرلمان منذ 2014 وإلى الآن لم يقم بحل أي مشكلة في ليبيا أو أي معضلة بل بالعكس زادت المشاكل في فترة وجوده وزاد الفساد والحروب والقتل والدمار فلذلك هذا المطلب هو مطلب معظم الطبقة أو معظم الشعب الليبي الآن في إجراء الانتخابات على الدستور ثم بعد ذلك تأتي بعد الدستور انتخابات الرئاسية وانتخابات برلمانية وغير ذلك فهذا بالنسبة لموضوع النخبة السياسية بالنسبة إلى سيف الإسلام القذافي بالنسبة لسيف الإسلام القذافي طبعا بالنسبة لعائلة القذافي عموما يعني الشعب الليبي جرب هذه الأسرة طيلة 42 سنة ورأى ما أوصلت هذه الأسرة ليبيا من الوضع فلذلك معظم الشعب الليبي يرفض عودة سيف الإسلام أو تولي أي دور سياسي له في ليبيا مستقبلا لأنه أولا جرب هو والده من قبل كذلك موقفه في التورة كان ضد موقف الشعب الليبي وضد التغيير وقاوم هذا التغيير بقوة إلى أن خسر المعركة شيء آخر أن الذين يريدون سيف الإسلام فقط هم فئة محدودة وهي الموالية والمستفيدة من النظام السابق والتي شعرت بأن التورة السبتاشة براير أفقدتها الميزات وأفقدتها المناصب وأفقدتها الأموال لذلك هم نكاية في تورة السبتاشة براير يريدون فقط عودة سيف الإسلام وهم يعلمون أن سيف الإسلام ليس لديه القدرة الآن على قيادة ليبيا في هذه المرحلة وبهذه الأوضاع الموجودة انتشار السلاح وتوزع القوى العسكرية وتوزع بين المناطق وبين القبائل لذلك من الصعب له أن يعود إلى ليبيا ولكن طبعا نحن نعلم أن سيف الإسلام مدفوع به من قبل جهات دولية وهو متمثل في دولة ووسيا لأن علاقة ووسيا بالنظام السابق علاقة وثيقة ووطيدة ولذلك هي تتق في أفراد النظام السابق أكثر من ثقتها حتى في الموجودين حاليين وخاصة حتى حفته وإن كانت تدعمه الآن ولكن تعلم أنه في النهاية هو مواطن أمريكي وعنده جنسية أمريكية مزدوجة ليبيا ترفض من يتولى رئاسة الوزراء أو حتى رئيس ليبيا ترفض أن يكون لديه جنسية مزدوجة ما السبب في ذلك؟ طبعا بالنسبة للدستور الليبي الذي قدمته لجنة عداد الدستور والتي تم انتخابها هذه اللجنة انتخابها الشعب الليبي وبقيت سنوات وهي تعد في هذا الدستور وتم تقديم هذا الدستور أو مسودة الدستور إلى المجلس النواب من أجل عرض على الشعب الليبي والاستفتاء عليه للأسف أن مجلس النواب أخذ هذا الدستور ووضعه في الدرج ولم يفعله ولم يقدمه لاستفتاء فلذلك بقيت ليبيا بدون أي دستور إلى الآن وبقيت فقط عبارة عن حكومات انتقالية وحكومات تعينها وتحددها البعضة الدولية وهي تختار من يحكم ومن لا يحكم فلذلك الدستور الليبي فيه الذي يقدم فيه نقطتين رئيسيتين بالنسبة للرئاسة في ليبيا أولا لا يتولى رئاسة في ليبيا شخصية تحمل الجنسية المزدوجة جنسية الليبية وجنسية غير ذلك لأنه لا يمكن أن يزدوله هذا أعتقد معمول به في جميع دول العالم لا يمكن أن يزدوله وهي أعلى سلطة تنفيذية في البلد أن يتولى شخص يحمل جنسية أخرى كذلك النقطة الثانية خوفنا الولاءات أستاذ خالد طبعا خوف الولاءات خوف الولاءات يعني أن شخص يعني عاش في أمريكا عشرين سنة وأصبح يعني لا شك أنه أصبح له ولاء وله انتماء مع انتماءها الليبي مثل له انتماء لهذه الدولة وله مصالح مع هذه الدولة فلذلك يغفق بل حتى يعني يعني يشترط فيها أن يكون من أبوين ليبيين حتى من أبوه وأمه أيضا تكون الليبية الأصل يعني هذا منصب يعني حساس وهذا يمس الأمن القومي الليبي عموما أستاذ مصطفى مادام فتحنا نافذة الدكتاتورية الادبيبة في كلمة متلفزة قال انتهى العدوان دون رجعة ومعه مشروع التمديد بين قوسين في الحكم للجاثمين على صدور الليبيين منذ ثمان سنوات مشروع التمديد يقصد به العودة للدكتاتورية هذا ما قصده لدبيبة أظن هو يقصد التمديد للبرلمان البرلمان طبعا يمدد لنفسه عمره في الاتفاقية سنتين ويحاول أن يدخل في الصفقات السياسية في سبيل أن يبقى هو نفس البرلمان بنفس الأشخاص بنفس الرئيس لعل دبيبة يعني يلمح إلى أنه يجب إجراء انتخابات برلمانية تقوم بتغيير البرلمان اللي هو يعني سبب رئيسه في مشاكل ليبيا تخشون من عودة دكتاتورية في ليبيا ممكن؟ والله مع انتشار السلاح والمجموعات المسلحة ورغم الثمان سنوات الصعبة من 2014 ليبيا مرت بسنتين جيدات بعد 2011 2012 و2013 أجرينا انتخابات حرة ونزيهة ومتميزة وكان الوضع المعيشي ممتاز ثم بمحاولة انقلاب خليفة حفتر من 2014 إلى يومنا هذا وليبيا تعاني لكن صعب جدا أن تعود الدكتاتورية في ليبيا لأن الشعب جرب الدكتاتورية وحاول خليفة حفتر من خلال انقلاب هو مشروع دكتاتور وصرح بذلك هو نفسه قال أن الشعب الليبي الديمقراطية بعيدة عليه لا زال يحتاج إلى تعليم وغيره وفشل فمحاولات عودة الدكتاتورية لن تفلح هو عبارة عن محاولة لتعطيل مسار الديمقراطية وتعطيل مسار بناء ليبيا وتنمية ليبيا لكن الشيء الأكيد أن الوعي يزداد هناك فئة شبابية يعني بدأت تنضج التغيير يحتاج لوقت يحتاج لواعي يحتاج إلى للأسف أحياناً بعض الشعوب لا تتعلم الدروس من تجارب التاريخ أو من الشعوب الأخرى تحتاج أن تخوض التجربة بنفسها وتفشل وتصلح حتى تصل إلى أهدافها أستاذ خالد تحدث الأستاذ مصطفى عن الوعي ولكن هناك من يخشى الانقسام على ليبيا خاصة بعد الاشتباكات المتكررة هل لديكم في الأفق القريب بأنه ربما هناك يصبح تغييراً ديمغرافياً انقساماً بين الشعب الليبي مستقبلاً طبعاً بالنسبة للانقسام في ليبيا خاصة للانقسام الجغرافي والسياسي أعتقد أن عموم الشعب الليبي يرفض هذه الفكرة والشعب الليبي يتمنى وكانت هذه من شعاراته حتى في فترة التبرى أن ليبيا دولة واحدة بإطارها القانوني وإطارها الحدود المعترض به دولياً فلذلك عموم الشعب الليبي يرفض هذا الأمر الذي يحدث الآن في ليبيا هو ليس انقسام بمعنى الانقسام السياسي ولكن هناك تمرد هناك تمرد ومتمرد امتلك القوة بدعم بعض الدول الإقليمية وسيطرة على جزء من ليبيا في المنطقة الشرقية ثم انتد المنطقة الجنوبية وحاول السيطرة على المنطقة العربية أيضاً وهو يقود هذا التمرد فلذلك أعتقد أن هذا الانقسام سينتهي بانتهاء هذا التمرد أو القضاء عليه إما القضاء على من قام بهذا التمرد أو بتطوير هذا التمرد والعودة عن هذه الأفكار والأشياء التي يحملها ولكن لا أعتقد أن ليبيا مصيرها للانقسام لأن كما ذكرت الشعب الليبي يرفض هذا الانقسام وبالعكس الآن المجتمع الليبي يصبح مجتمع متداخل ومنتجانس تجد المناطق متداخلة يعني العلاقات الاجتماعية والتجارية والتصادية مرتبطة بين المناطق جميعاً لا فرق بينهم جميل أستاذ مصطفى أستاذ وسائل الإعلام وخبراء قالت أن الاجتباكات التي اندلعت في طرابلس انتهت بفشل محاولة بشاغل الإطاحة بحكومة منافسه لدبيبة لكن أنا أسأل هنا عن قوة الرد التي لعبت دوراً حاسماً في نتيجة القتال لماذا وقفت إلى جانب لدبيبة هذه القوة؟ هي قوة الرد حقيقة طوال السنوات الماضية ترتبط بالحكومة الموجودة في طرابلس يعني طوال تاريخ قوة الرد منذ تأسيسها هي دائماً تابعة للحكومة المركزية الموجودة في طرابلس ويعني منضبطة في هذا الأمر فالهجوم من خارج طرابلس حفز قوات الرد والقوات المرتبطة بالحكومة جميعاً للدفاع عن طرابلس هي محايدة؟ قوة الرد محايدة؟ هي قوة الرد دائماً قريبة من وزارة الداخلية ومن الحكومة الموجودة في طرابلس يعني حتى في هجوم حفتر على طرابلس الكثيرين توقعوا أن قوة الرد قد تميد إلى خليفة حفتر ولكن عكس كل التوقعات قوة الرد حافظت على ولائها للحكومة الموجودة في طرابلس لمن تتبع هذه القوة؟ هي القوة الرد تتبع لوزارة الداخلية للحكومة هي قوة شباة أسكرية يعني هي قوة أقرب للشرطية ولكن طبعاً يعني شباة أسكرية أغلب المجموعات المسلحة يعني مثلاً إذا كان باشاغة قد سيطر على طرابلس لنفترض ذلك هل ستقف قوة الرد مع من يمتلك السلطة هناك في العاصمة؟ حسب تاريخ الأحداث السنوات الماضية بالكامل من يسيطر على طرابلس ويتولى وزارة الداخلية تتبعه قوة الرد وكانت تتبع لفتح باشاغة عندما كان وزيراً للداخلية فقوة الردع يعني هذا حسب المعطيات السابقة دائماً مع الحكومة الموجودة داخل مدينة طرابلس وفي الحقيقة الهجوم الذي حدث يعني متكرر من طرف فتح باشاغة أو من طرف حفتر أو غيرها غالبية المجموعات الموجودة في طرابلس تجد حرج في مساندة أي قوة دخيلة وقوة الردع أغلبها من مناطق طرابلس من سوق الجمعة أو مناطق طرابلس فأغلب هذه المجموعات دائماً موقفة هو ضد أي عدوان على طرابلس طيب أستاذ خالد الاشتباكات كما تعرفون أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً و159 جريح ماذا تعني لكم هذه الأرقام؟ هل يمكن القول أن ليبيا أصبحت دولة ميليشيات؟ بالنسبة طبعاً للاشتباكات هذه السبت الماضي كانت تعتبر من أعنف الاشتباكات منذ 2019 عنده هجوم المتمرية حفتر على العاصمة طرابلس واستمر في العدوان لمدة سنة كاملة فتعتبر هذه الاشتباكات تعتبر الأعنف بعد تلك الحرب الطويلة الأمد والتي انتهت بانتصار الحكومة في تلك المرحلة لا شك أن هذه الاشتباكات خاصة أنها وقعت في داخل العاصمة طرابلس في الأحياء المكتدة سكانياً وفي داخل وسط المدينة بين التكتلات السكانية والمراكز الحيوية للدولة وأسفرت عن هذه الخسائف الأرواح التي يتغمدها برحمته والجرحة ليبيا لا زالت تعاني طبعاً نتيجة الانقسام السياسي تعاني منها شاشة الوضع الأمني الاشتباكات هذه ليست الأولى ولا أعتقد ستكون الأخيرة في ظل وجود هذا الانقسام السياسي الكبير وكانت طيلة الفترات الماضية تحدث احياناً اشتباكات بين المجموعات سواء في طرابلس أو في بعض المناطق الأخرى فلذلك الوضع الأمني عموماً مرتبط بالوضع السياسي في ليبيا إذا تم الاتفاق ووصوله إلى الاتفاق سياسي ووجود حكومة واحدة على مستوى ليبيا أعتقد أنه ستخف حدة الانفليتات الأمنية وتستطيع بعد ذلك الحكومة أين كانت السيطرة على الوضع الأمني انتشار السلاح مدعاة لوضعاً هشاً في ليبيا؟ انتشار السلاح لا شك هو من أسباب الموجودة أو أسباب المؤدية إلى هذه الحالة وهي حالة الفلتان الأمني وكذلك ضعف ممكانيات وقدرات الحكومة وعدم وجود حكومة مركزية وإدارات مركزية تقود هذا الوضع الأمني فالانقسام الآن البلد بين المنطقة التي سيطرت عليه حفتر والمنطقة الغربية وكذلك هذا الانقسام السياسي خاصة السياسيين سيسعون إلى كل من كل سياسي سيسعى أو كل كتلة سياسية تسعى إلى أن تكون لها قوة على الأرض من أجل فرض رأيها ومن أجلك فذلك تجد يعني الدعم المالي والدعم المادي لهذه المجموعة المسلحة وتستفيد المجموعة المسلحة طبعاً من هذا الخلاف في تحسين إمكانياتها وقدراتها فأعتقد أن المسلة وهذه طبعاً شيء طبيعي أعتقد في عدة دول خاضت مواجهات ومشاكل خاصة طبعاً الليبية ترى مسلحة وهذه من الأسباب الموجودة في الليبيا واحدة من أسبابها النظام السابق هو الذي فتح مخازن السلاح للناس ووزع السلاح وبذلك أصبح السلاح في كل بيت وإلا لو كان النظام السابق خضع لإرادة الشعب ورغبة الشعب وقدم استقالاتها وسنح الفرصة للشعب الليبي لأن يختار مثل ما حدثتها في بعض الدول الأخرى يعني تغيير الغير مسلح لكانت ليبيا أفضل وأكثر أمناً واستقراراً من الآن ولكن للأسف ليبيا طورتها كانت طورة مسلحة طورة شعب فلذلك هذه النتائج كانت متوقعة واستمرار الخلاف السياسي زاد من طول ما أمد هذا الوضع أستاذ مصطفى 32 قتيل 159 جريح إذا أردنا أن نحمل مسؤولية من يتحمل مسؤولية هذه الأرواح؟ والله هو من يتحمل مسؤولية هذه الأرواح هو النخبة السياسية الحاكمة توريط المجموعات المسلحة والشباب في صراعاتهم السياسية يعني كل من يريد أن يحقق مكسب سياسي يحاول التمترس بمجموعات مسلحة على الأرض للوصول للهدف تاعة تحمل كذلك بعثة الأمم المتحدة تحديداً المسؤولية لأنها طيلة الثمان سنوات الماضية وهي تسيطر على فكرة المصالحة أو فكرة الحوار السياسي وكذا لم تضع في الأجندة المصالحة المجتمعية لم تضع في أجندة الاتفاقيات موضوع إدماج المسلحين وتفكيك المجموعات المسلحة وبناء المؤسل الأمنية والعسكرية بشكل حرفي وتركت شخص مثل خليفة حفتر رغم التمرد بتاعه رغم رفض لمؤسسات الدولة تماهوا معه وكانوا يقابلونه ويدعمونه يعني بعض الدول كانت تقدم له حتى الدعم العسكري فالمجتمع الدولي مسؤول عن نخبة سياسية مسؤولة عن هذه الأرواح وإذا لم يتم اتفاق سياسي واتفاق مجتمعي واتفاق بين كافة مكونات الليبية جامع ويعني لا يعني يترك منه أحد يعني لا يجب ترك أي طرف من الأطراف الموجودة في ليبيا في مثل هذا الاتفاق ويجب أن يكون هناك خطة ورؤية لموضوع المجموعات المسلحة وكيفية تفكيكها وإدماجها موضوع الـ DDR اللي هو مرت به كل الدول اللي دخلت في إما طورة مسلحة أو حروب أهلية وهو برنامج تدريجي أن يتم تفكيك المجموعات المسلحة في مقابل بناء المؤسسة العسكرية والشرطية النظامية بشكل قانوني تحترم القانون تحترم حقوق الإنسان بهذه الطريقة لا يكون في حاجة لأي أحد أو لأي مجموعة تحمل السلاح لتحمي نفسها أو مكونها أو قبيلتها أستاذ مصطفى سنتي على الغياب المبعوث الأممي إلى ليبيا ولكن دعني أنتقل بالسؤال إلى أستاذ خالد أستاذ خالد هل فعلا انتهت المواجهة إلى غير رجعة أم أن هناك تداعيات مستقبلية تلقي بظلالها على المجتمع الليبي طبعا بالنسبة للمواجهات عموما أو الصراع والخلاف السياسي لا شك وزال مستمر ومتوقع أيضا الاستمرار أيضا النزاعات المسلحة ما دام هناك تمرد في المنطقة الشرقية يقوده المتمرد حفتر وما زال يتلقى الدعم من بعض الدول الإقليمية سواء الدعم المادي والعسكري والسياسي أنا أعتقد أن ولا يوجد هناك اتفاق سياسي ولا يرضى هو أن يكون في أي اتفاق سياسي إلا أن يكون هو حاكم ليبيا أعتقد أن بوجود هذه المعطيات ربما ستستمر المشاكل السياسية والأمنية في ليبيا حسب إذا تسعفني الذاكرة قبل هذا الاشتباك كان اشتباك في 16 أيار مايو هذه المواجهات هل تدل على أن الليبيين قد هجروا طاولة المفاوضات وبالتالي احتكموا إلى السلاح إلى ما لا نهاية أستاذ قالد الليبيين لم يهجوا طاولة الحوار وبالعكس معظم مبادرات التي حدثت سواء في إصخيرات أو في جينيف أو في مؤتمرات برلين وموسك وغيرها من التي عقدت كان الليبيين أو الممثلين عنهم في النقبة السياسية موجودين ولكن كان هناك سبب رئيسي وطرف واحد هو الذي يسبب في فشل هذه المفاوضات وفشل جميع حلول السلمية التي حدثت المتمرد حفتر وما يحمله من مشروع ديكتاتوري عسكري بعودة ليبيا وحكم العائلة وحكم الأسرة والذي يطبقه الآن في المنطقة الشرقية هو السبب الرئيسي في جميع المشاكل اتفاق الصخيرات كان يعني اتفاق ووافق عليه الليبيين وجاءت حكومة وكان المجتمع الدولي وعد بأنه سيقف خلف هذا الاتفاق وسيعاقب كل من يخالف هذا الاتفاق ولكن للأسف كما ذكر باستاذ المنطقة يعني بعض الدول التي كانت في هذا الاتفاق ووقعت وضمنت هذا الاتفاق كانت من تحت تزود المتمرد حفتر بالسلاح والأموال والعتاد حتى أنها فتحت له الطريق أنه مكنته من الهجوم على العاصمة طرابسين الآن في اتفاق جينيف كانت تعهدات من الموجودين هناك ومن المجتمع الدولي والدولة الحاضرة بأن هذا الاتفاق جينيف هو الاتفاق الذي يسمى محافظة للأسف أنه بعد اتفاق جينيف لم يدعن المتمرد حفتر لهذا الاتفاق وتم إعطاء الاتفاق موافقة أولية من جلس النواب لحكومة دبيبة ولكن منعت عنها الميزانية ومنعة من دخول بعض المناطق في المنطقة الشيقية وزيارتها وأصبح بالعكس مجلس النواب وأخذ قفزة في الهواء وشكل حكومة أخرى بدل من يتفق مع حكومة دبيبة على جراء الانتخابات والوصول إلى صيغة لجراء انتخابات والخوج بليبيا من هذه الأزمة خلق حكومة جديدة الحكومة الجديدة في نهاية الملاحظة الأخيرة الحكومة الآن حكومة فتح بشغة هي عبارة عن قائمة سابقة في مؤتمر جنيف يعني في مؤتمر جنيف تقدمت قوائم القائمة كانت تضم عقيلة صالح فتح بشغة وسامة جويلي هؤلاء الثلاثة تقدموا بقائمة هذه القائمة كانت باتفاق مع حفتر وكانت هذه القائمة لها الحضوض الأوفر أو سوق لها بأنها ستكون لها الحضوض الأوفر بالوصول إلى الحكم والسيطرة على ليبيا وسوق هذا للدول الإقليمية والدول الدعم وغير حتى كنا نتوقع أن هذه القائمة فعلا ستفوز ولكن في مؤتمر جنيف حدث ما لم يكن يحدث في الحسبان وفازت قائمة عبد الحميد الدبيبة فلذلك الآن هذه القائمة الأولى التي خسرت المعركة في جنيف المعركة السياسية في جنيف أرادت أن ترجع إلى الواجهة السياسية وتستولى الحكم في ليبيا بلعبة سياسية أخرى أجرت انتخابات أو ادعت إجراء انتخابات داخلية باختلال رئيس حكومة جديد وقالت يرشح العضاء من يرشح تقدم عشرة أشخاص أنهم يرود أن يرشح عنفسهم فمنعوا من ترشيح عنفسهم بل بعضهم منع من دخول ليبيا أصلا وثم عند يوم الاقتراع جاءت شخصية واحدة وجاءت فتح بشارة شخصية الأخرى التي تقدمت ريش مزلس نواب قال أعلن أن هذه الشخصية سحبت ترشحها خرج هذا الشخص وقال أنا لم أسحب ترشحها ولكن كانت هي خطة معدة من قبل هذه القائمة والآن هذه القائمة هي التي قامت بالهجم على طرابلس وقامت بحاولة السيطرة على الحكم عندما فشلت في جينيف تويدا أن تدخل عسكريا للطرابلس أستاذ مصطفى مراقبون قالوا أن هذا الانقلاب الثاني الفاشل يقوم به باشاغة لزاحة ليدبيبة ليدبيبة في تصريح الله على تويتر قال لن نترك البلد للأوغاد عذرا لهذا المصطلح ولكن أنا ناقل وقال بأن الهجوم مدعوم داخليا وخارجيا من المستفيد سواء كانت جهة داخلية أو خارجية مما يحدث في ليبيا المستفيدة الأطراف التي لا تريد الاستقرار لليبيا الأطراف التي تريد الفوضى أن تستمر في ليبيا هذه الأطراف المستفيدة يعني أو الأطراف التي راهنت على حكومة فتح باشاغة خاصة طرف خليفة حفتر الذي هو شريك في هذه الحكومة لديه وزير دفاع في الحكومة لديه وزير مالية وتخطيط لديه مناصب مهمة للغاية هو محتجلها في تمويل مشروعة وهؤلاء هم المستفيدون من الفوضى وخارجيا خارجيا الدول الدائمة لخليفة حفتر عبر السنوات الماضية في عدة دول دعمت مشروع خليفة حفتر وهي لا زالت على أمل أن تحكم ليبيا من قبل العسكري كما يقولون قوي قوي بمعنى قوي على شعبه وليس قوي لصالح ليبيا يعني يقمع الشعب ويؤمر من الخارج فينفذ موضوع الدكتاتورية مهم لبعض الدول ليكون تعامل مع شخص واحد تستطيع أن تذكر هذه الدول لو إحراجها والله هو حقيقة المواقف تتغير باستمرار لكن على سبيل المثال مثلا في الكتلة الغربية فرنسا دعمت بقوة خليفة حفتر يعني لفترة طويلة الإمارات كانت داعمة ولكن يبدو أنها حدث تغيير في موقفها أخيرا فيعني واضح أن لديها علاقات جديدة مع البيبة لعل لا يكون في إطار تغيير العلاقات بالإمارات وتركيا والمصالحات التي حدثت لكن هناك يعني بعض جزء من الروسيا مثلا كذلك داعمة لحفتر لديها قوات الفاغنر المرتزق بالفاغنر لازالوا موجودين في ليبيا فيعني مثل هذه القوة بعض منها ترى إما يسيطر خليفة حفتر ويكون لها السيطرة التامة على ليبيا أو فلتبقى الفوضى على ما هي عليه أستاذ خالد أصدر المدعي العام العسكري لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتح باشاغة وعدد من المتورطين على خلفية هذه الاشتباكات التي حدثت ولكن هناك من يتساءل هل يتحمل باشاغة وحدة المسؤولية ويتم تبرئة لدبيبة هل لدبيبة يعني منزه من أي تحمل لمسؤولية ما يحدث في ليبيا هو بالنسبة للدبيبة فعلا لم يكن مسؤول عن هذه الاشتباكات هو يعني تمسك بالبقاء في رئيس الحكومة وقال لنا سأستمر إلى أن تجرى انتخابات ونسلم إلى انتخابات إلى حكومة منتخبة كما تم انتفاق في اجتماع جليف لتحمل المسؤولية مع باشاغة هم البرلمان أعضاء البرلمان ومجلس النواب ورئيس مجلس النواب لأنهم الذين أوجدوا هذه الحكومة وهم الذين طالبوها بالدخول إلى طرابلس وأوعزوا لها الدخول إلى طرابلس فهم يتحملوا أيضا مسؤولية على ذلك وكذلك لا شك أن الحكومة يتحمل مسؤولية حكومة باشاغة لأنها تصريحاتهم الأخيرة وكانت واضحة باستعمال القوة وبيعتامه أن المهلة انتهت وصبرهم قد نفد والحشود العسكرية بدأت تنزل حول طرابلس والأسلحة التقيلة والخفيفة وغيرها يعني كانت الجراءات على الأرض الكل يعلمها يعني فذلك يتحمل المسؤولية في هذا التصعيد الخطير الذي أودى بحيات هؤلاء القدلة والجاح أستاذ مصطفى في سؤالي السابق ذكرتم بعض الدول والجهات الداخلية التي تستفيد من حالة عدم الاستقرار في ليبيا ولكن هنا لتبيان بعض المواقف بعثت الأمم المتحدة إلى ليبيا دعت إلى خفض التصعيد واشنطن سجلت قلقها إثر تجدد الاشتباكات كيف تابعتم المواقف الدولية أستاذ مصطفى في الحقيقة يعني بعض الدول اللي هي يهمها استقرار ليبيا بعض الدول حوض البحر الأبيض المتوسط إيطاليا تركيا بعض دول جوار زي الجزائر وتونس يعني ليس من صلحها عن تعود الفوضى إلى ليبيا موضوع الهجرة غير شرعية بالنسبة لدولة زي إيطاليا وبعض دول أوروبا كلما كان فيه فوضى في ليبيا كلما زادت مسألة الهجرة غير شرعية وأصبحت تشكل تغير ديمغرافي في أوروبا فكثير من الدول يعني سعيدة أو تتمنى أن يكون فيه ولو نوع من الاستقرار الحذر في ليبيا أفضل من دخول العاصمة في في اشتباكات أمر آخر قد يكون نجاحة بيبة فيه فيه هو أنه فتح المجال لبعض الاستثمارات والعقود مثلا الضخ النفط الآن وصل إلى مليون تلاتمئة ألف برميل أخيرا والعالم محتاج إلى النفط في ظل أزمة ارتفاع أسعار النفط وأزمة الحرب في أوكرانيا نعم فبعض الدول ترى أن الاستقرار في ليبيا الآن مطلوب يعني العالم قاعد يموج وحرب أوكرانيا والغاز وليبيا تغذي أوروبا بالغاز خاصة إيطاليا وبالبترول برينت من ليبيا يعني كثير من المصانع في أوروبا تعتمد على البترول الليبي فهذه الدول التي ترى في أهمية الاستقرار في ليبيا طيب أستاذ خالد الأمين العام لجمع الدول العربية أحمد أبو الغيط يعني أعرب عن قلقه إذا لو ضع في طرابلس وطلب الجميع بتحمل المسؤولية ودعا إلى الحوار وليس إلى السلاح كيف تقيم موقف الجامعة العربية فيما يحدث في ليبيا موقف الجامعة الدول العربية طبعا موقف ضعيف جدا للأسف وهو مرتهن للسياسة المصرية يعني لم نشاهد هذا القلق عندما كان حفتر مدة سنة كاملة وهو يدك طرابلس بالمدفعية والصواريخ مع قوات الفاغنر لم نشاهد هذا القلق ولم نشاهد أي إجراء تتخذه هذه الجامعة الدول العربية فلذلك موقف الجامعة الدول العربية موقف ضعيف جدا وللأسف أنه كما ذكرت مرتهن للسياسة المصرية وهي الداعمة لسياسة التمرد حفتر سيد مصطفى لو تحدثنا عن الحلول هل أطلقت رصاصة الرحمة على جهود الوساطة الأممية للتقريب بين الأطراف المتصارعة خاصة أن هناك من يتحدث بإسهاب وبشكل مباشر عن حاجة ملحا لتعيين ممثل أممي خاص في ليبيا بحقيقة تجاربنا مع البعثات الأممية المتوالية في ليبيا يعني تجارب سيئة تجارب فاشلة يعني بدأت بإيان مارتين ثم جاء طارق متري ثم توالوا يعني ممكن أقربهم للحالة الليبية كان المبهوط طارق متري اللي كان هو من لبنان لكن البقية كوبلر ليون ليون التهم حتى في قضية لها علاقة بليبيا وأموال وكذا يعني سمعتهم غير جيدة فالبعثة الأممية ما لم يتم الإجراءة غير حقيقي واختيار مبعوث فعلا محايت طرح مبعوث بعض المبعوث من الجزائر طرح مبعوث إفريقي فلم يتم التوافق ولكن دائما البعثة مرتبطة مرتهنة لأن البعثة قرارها يأتي من مجلس الأمن مرتهنة لمجلس الأمن والخلافات اللي موجودة في مجلس الأمن فالبعثة لا يعول عليها كثيرا التعويل هو في حقيقة على حوار حقيقي بين الليبيين التعويل على تحرك شعبي على سبيل المثال في طبرق منذ بضعة أشهر تحرك الناس ضد البرلمان ودخلوا البرلمان وحدثت بعض الأحداث من الشباب وكذا إلى يومنا هذا لم يجتمع البرلمان في طبرق بسبب تحرك شعبي وكثير من الأمور التي كان يتجرع عليها البرلمان بكل سهولة أصبح يحسب حسابات مختلفة عندما تحرك الشارع فلعل الحراك الشعبي والتيارات الشبابية المطالبة بالانتخابات هي قد تكون الحل لبأثة الأمم المتحدة أستاذ خالد هل توافق الرأي بأنه لا يمكن التعويل على المبعوث الأممي في حل حالة الأزمة داخل ليبيا؟ طبعا لا شك في ذلك من التجارب السابقة كما ذكر الأستاذ مصطفى لم تصل بليبيا لحد الملف الليبي أصبح مقتهل لدى البيعة الدولية منذ 2015 أصبح مرتهن انتهان كامل وخرج من أيدي الليبيين ولكن للأسف البيعة الدولية غير جادة في إيجاد السلام في ليبيا ليس بسبب بعدم وجود اتفاقيات قد تكون هناك اتفاقيات ومصالحات ولكن غير جادة في الضغط على الأطراف للالتزام بهذه الاتفاقية فلذلك وهذا طبعا مرتهن لمصالح هذه الدول المختلفة أيضا ولكن عدم تدويل قضية ليبيا في المجتمع الدولي ربما يفقدها بعض انصح التعبير بعض الشرعية يعني عندما لا تناقش داخل أرويقات الأمم المتحدة يكون الموضوع في زوايا أخرى غير المجتمع الدولي هل تخشون من ذلك بأنه تهمة للقضية الليبية؟ هو التدويل ربما التدويل يساعد لو كانت هناك الدول أو كانت البعتت للممتحدة جادة في إيجاد حل حقيقي لليبيا عندما مثلا نضرب مثال اتفاق الصراط اتفاق الصراط لو كانت الدول الضامنة الضامنة وتتعهدت بتنفيذ الاتفاق ضغطت على المتمرد حفتر للخضور لهذا الاتفاق كانت ليبيا ستتمر وتخرج من هذه الأزمة بحلول سلمية وتجنبنا كثير من المعارك والقتال وحقلنا كثير من دماء الليبيل ولكن للأسف هذه الدول التي وقعت اتفاق الصراط وتشابكت الأيدي ما بينها أنها مع هذا الاتفاق وتدعم السلام في ليبيا وتدعم الشرعية في ليبيا في نفس الوقت نجد هذه الدول هي من ترسل القوات وترسل الأموال وترسل السلاح للمتمرد وتعطيه الضوء الأخضر للهجوم على طرابلس وكما حدث يعني السعودية دعمت الهجوم على طرابلس لما دعمت الهجوم على طرابلس إدارة الأمريكية في عهد ترامب أعطت الإذن لحفتر بالهجوم على طرابلس والإسراء في تنفيذ العملية فرنسا أسلت السلاح والأتاد وهذا كله موثق وموجود فأعتقد أن هذا وضع البعث الدولي أستاذ مصطفى فتحنا باب الحلول هناك من يتحدث عن حلول الأزمة دعني أقرأ لك هنا هذه الحلول تتمثل بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تقود إلى الانتخابات كما تجري حوارا عسكريا متمثلا في لجنة خمسة زائد خمسة مكونة من أطراف النزاع ما أمكانية تطبيق هذا الحلول في وقت الراهن؟ وأود سؤالكم هنا ما المقصود بالحوار العسكري؟ هو طبعا هذا الحل مطروح منذ فترة طويلة ولم يتفق البرلمان ومجلس الدولة على القاعدة الدستورية في حقيقة الأمر لأن اتفاق على قاعدة دستورية واللجوء إلى انتخابات سينهي المجلسين فلا يتوقع من المجلسين أن يضعوا قاعدة دستورية تؤدي إلى انتخابات تلغيهما هذا أحد تحديات موضوع الخمسة زائد خمسة هي لجنة شكلت الأمم المتحدة خمسة من العسكريين من المنطقة الغربية من الحكومة موجودة في المنطقة الغربية وخمسة من العسكريين المواليين لحفتر نجحت في أشياء بسيطة مثلا في إيقاف الحرب إيقاف إطلاق النار كذا لكن إعادة بناء المؤسسة العسكرية توحيد المؤسسة العسكرية هذا لا يمكن أن يتم في وجود حفتر وإسرارا أن يكون هو القائد العام للجيش وأن يكون رئيس ليبيا ومسيطر على كل القوى العسكرية في ليبيا لن يرضى بذلك كافة الأطراف الأخرى وهو يسر على هذا الأمر وممثليه الخمسة في لجنة خمسة زائد خمسة يسرون على وجوده على رأس المؤسسة العسكرية فهذا المسار العسكري الذي يتم الحديث عنه نعم أستاذ خالد إذا ما تحدثنا عن الاستشراف الأيام القادمة يتوقع البعض أن النزاع قد يتجدد ولكن في المرة القادمة لا سمح الله طبعا نحن لا نريد لليبيا أي أذى ولكن هناك من يتوقع أن المرة القادمة ستكون أكثر ضراوة أكثر قسوة وأكثر عمف هذا الاستشراف تعتقد أنه صحيح نوعا ما أعتقد أنه لا أظن أنه لو كانت هناك مستقبل اشتباكات لن تكون الأعنف والأكبر لأن المعركة الكبرى التي حدثت قام بها حفتر بهجوم على طرابس ومنية بالخسائر وهو يعلم الآن أنه لا سبيل له لمعاودة هذه الكرة في ظل وجود اتفاقية دولية بين حكومة الليبية وتركيا هناك لذلك لا أعتقد أن ستكون هناك معارك أشد قسوة من السابق ولكن أعتقد أن مسألة الأزمة ستستمر إلى فترة زمنية لأن المشكلة ليست في عدم جلوس الليبيين إلى بعضهم وليست المشكلة في أن الليبيين لا يرتضوا بالحوار أو ممكن يتنازلوا ولكن هناك شخصية واحدة لا تريد أن تتنازل ولا تريد أن تجلس مع الليبيين كطاولة واحدة في الحوار وتريد فقط أن تكون هي رقم واحد كما كان القدافة من قبل وهو واحد زملاء القدافة في الانقلاب السابق هو الذي يعرقل وضع حلول هو الذي يعرقل الحلول ولا يمكن أن تستقر ليبيا ولا يمكن أن يأتي السلام في ليبيا إلا بانتهاء هذا التمرد إما بانتهاءها العسكري إما بضغط دولي حقيقي وإجبار على الجلوس في طاوة المفارضات مثل المتليبيين أما غير ذلك ستستمر هذه أستاذ مصطفى بقيت لدينا أربع دقائق لكم دقيقتان والأستاذ خالد دقيقتان تحدثنا كثيرا عن ما يجري في البلد بلدنا الثاني ليبيا من وجهة نظركم ما هو الحل للخروج من المأزق والمنحدر الخطير الذي تمر به ليبيا؟ والله طبعا بما أننا في قناة الرافدين أود أن أشير إلى التشابه الحل الليبية والحل العراقية ومن المؤسف أن البلدين ذات ضوات إمكانيات عالية وشعوب أبية ولكن النزاع السياسي النخبة للأسف اللي جزء كبير منها فاسد النخبة السياسية ونزاعاتها الأنانية اللي أثرت في الشعوب في تعليمها في صحتها وغيرها يجب أن يتغير المشهد تماما لتغيير المشهد هناك حل أساسي وهو الاستفتاء على دستور وفي ليبيا لدينا دستورين لدينا دستور المملكة الذي عطّله القذافي وهو قائم وهناك من ينادي بعودة إلى دستور المملكة ثم تعديله والانطلاق وهناك دستور كتبته لجنة منتخبة من 60 شخص يمثلون كل ليبيا أنا في ظني وظني الكثيرين الحل هو الاستفتاء على دستور ثم الانطلاق إلى الانتخابات وتغيير الوجوه الموجودة طيب أستاذ خالد ما هو الحل للخروج من الأزمة الليبية المتكررة والمستمرة؟ طبعا هو الحل لا شكلنا في اجتماع الليبيين ويكون هناك قرار جماعي من قبل الليبيين على الانتخابات والوصول لموحة الانتخابات ولكن قبل الوصول لموحة الانتخابات كما ذكرت هناك تمرد عسكري موجود في المنطقة الشرقية يجب وضع حد لهذا التمرد كما ذكرت إما حد عسكري بالقضاء عليه أو تدخل قوة دولية بالضغط عليه وأن يخضع إلى الحل الذي يرتضيه الليبيين أما غير ذلك فصعب أن يصل إلى حل أستاذ مصطفى الساقز للناشط السياسي شكرا جزيلا لحضوركم هنا الأستاذ خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع السابق شكرا جزيلا شكرا جزيلا نورتونا وحفظكم الله وحفظ ليبيا شكرا جزيلا وحفظ الله العراق وأصلح حالها أجمعين إن شاء الله مشاهدين الكرام الشكر وموصول لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا